ألغت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة جميع التعيينات والإجراءات التي اتخذتها حكومتان الوفاق والمؤقتة بعد العاشر من مارس الماضي واعتبرت الحكومة أن هذه القرارات مخالفة لصلاحية الحكومتين السابقتين في الفترة المذكورة والتي تقتصر على تسيير الأعمال كل القرارات التي اتخذت في الأيام القليلة قبيل تولي الحكومة الليبية الجديدة باطلة قرار من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتين الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما بعد العاشر من مارس الماضي وهو تاريخ حصولها على ثقة البرلمان الإلغاء يشمل جميع تعيينات اللحظات الأخيرة التي قامت بها الحكومتان لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة والتي تقتصر على تسيير الأعمال فقط ووفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الثقة للحكومة وتسلمت حكومة الدبيبة مهامها رسميا في الخامس عشر من مارس الماضي وألغت بالفعل بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة وكان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا بسبب الشبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة قرارات حكومة الدبيبة التصحيحية تعد الخطوة الأولى وربما الأسهل في مشوار الألف ميل في مهامها الثقيلة خلال مدة ولايتها القصيرة فأمام هذه الحكومة قرارات أصعب في مهمتها لتوحيد مؤسسات الدولة والقضاء على الكيانات التي نشأت خلال مرحلة الفوضى التي مرت بها ليبيا والأصعب هو الفصل في بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة الوفاق والتي ينتقص بعضها من سيادة البلاد ومن هذه الاتفاقيات تلك التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا سواء الاتفاقيات الأمنية والعسكرية أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتناقض مع القانون الدولي معنا من القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي ليبي محمد السلاك أستاذ محمد أهلاً واسلام بك على سكاي نيوز عربية إذن الدبيبة يلغي كل القرارات الصادرة عن حكومة الوفاق وأيضاً الحكومة المؤقتة بعد العاشر من مارس كيف يمكن النظر إلى هذه القطوة؟ مساء الخير وتحية ضيبة لحضرتك ولمشاهدي سكاي نيوز أنا أقرأ هذه الخطوة في سياق طبيعي باعتبار أن الإجراء يتفق مع الأطر القانونية والدستورية ومخرجات جينيف ومن الطبيعي أن منذ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في العاشر من مارس أصبحت هي السلطة الجديدة والمعنية بالتواجد في الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة والقرار أيضاً وبالتالي أي قرارات صدرت بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تصبح قانوناً باطلة هذا يعني إجراء متعارف عليه ولكن أستاذ محمد اسمح لي على المقاطعة لماذا اتخذت حكومتي الوفاق والمؤقتة قرارات بعد العاشر من مارس ويتعلم بأن هذه القرارات ربما باطلة ومخالفة للمهام التسييرية ما المغزى من ذلك؟ يعني في تقديري جارة العادة أن هناك بعض القرارات التي تتخذ في اللحظات الأخيرة بعض الترضيات ربما لشخصيات بعينها على صلة وثيقة بسواء حكومة الوفاق أو الحكومة المؤقتة ويعني للأسف هذا خطأ قانوني مخالف لإعلان الدستوري المؤقت ومخالف حتى الاتفاق السياسي وكذلك مخرجات جينيفي يعني ما كان ينبغي أن تتخذ قرارات في ظل وجود سلطة جديدة معترف بها مصدق عليها من البرلمان معترف بها دوليا وهي المسؤولة كما أشارنا سلفا في الدوائر الحكومية والمؤسسات أو اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالدوائر الحكومية والمؤسسات الاستثمارية وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة والشركات العامة أيضا أظن بأن هناك تركيز على هذه المسألة ومعظم القرارات التي أبطلت كانت تغييرات في مؤسسات استثمارية وشركات عامة أظن بأن لا هو أمر بإيقاف مؤقت لاجتماعات مجالس الأمنا للمؤسسات الاستثمارية وأيضا الجمعيات العومية للشركات العامة ما المخاوف التي تعتري السلطات التنفيذية الجديدة لذلك تم اتخاذ مثل هذا القرار يعني هناك نقطتين أساسيتين نقطة متعلقة بشبهات الفساد والنقطة الأخرى أيضا بمسألة المحابة والواسطة وغيرها من الأمور التي ربما ارتأت حكومة الوحدة الوطنية أن تعيد النظر فيما يتعلق بمجالس الإدارات مجالس العمومية وبعض الشخصيات القيادية في هذه المؤسسات وربما لديها تحفظ على شخصيات بعينها وستتخذ إجراءات لاحقا لاستبدالهم بآخرين نظن بأن هذا لن يقتصر فقط على المجالس العمومية والشركات الاستثمارية ولكن سيمتد إلى مؤسسات أخرى أيضا ولسيما البعاثات الدبلوماسية في الخارج على سبيل المثال البعض يقول أن الدبيبة كان بإمكانه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالمرتزقة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تنتهك السيادة الليبية ما رأيك في هذه النقطة؟ أم أن هناك يجب انتظار سلطات منتخبة حتى تتقوم بهذا الأمر حتى نتناول هذه المسألة بموضوعية الملف شائك للغاية ومعقد وتركة ثقيلة تسلمتها حكومة الوحدة الوطنية في ظل وجود ألاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأرض لم تتسبب فيها ولكن نظرا للظروف التي مرت بها البلاد والتي لا تخفى على أحد وجدت نفسها أمام هذا المأزق وهو ليس بسيط وأظن بأن هذا الأمر لابد أن يعالج أيضا من قبل المجتمع الدولي عليه دور كبير في معالج هذه المسألة وعليه أن يدعم السلطات الجديدة في اتخاذ الخطوات اللازمة والحاسمة من أجل إجلاء هذه القوات بالكامل من الأراضي الليبية التعامل مع التعنت التركي الذي لم يعد كما كان في السابق يبدو أن هناك تجاوب ونوع من التفاعل من قبل أنقرة نتيجة الضغوط الكبيرة التي مورست عليها في الآوينة الأخيرة وضعف موقفها وبالتالي لابد من استغلال هذه الظروف المواتية الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل المضي قدما في إنهاء هذا الملف بالكامل وبدأنا نستمع إلى أخبار موثقة منذ أن أعلنتم مع أبرى موقع سكاي نيوز عن أولى الرحلات بدأنا الآن نسمع عن أخبار دقيقة حول مسألة إجلاء القوات الأجنبية أظن من خلال التصريحات حتى الآن أن الحكومة لديها رغبة في استكمال هذا الملف بنجاح استمعنا إلى تصريحات وزيرة الخارجية ومن قبلها سيد رئيس الحكومة وننتظر أن تترجم هذه التصريحات إلى تحركات على الأرض من خلال لجنة 5 زائد 5 وأيضا كما أشرنا سلفا ونقول دائما أن دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عليهم دور كبير هذه نقطة واضحة سام حمد أيضا عليها دور للمساعدة والمساهمة نعم في أقل من دقيقة تقع على عاتق كل من الدبيبة ولمني في مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة كيف يمكن تقييم هذه العملية كيف يمكن تقييم عملية إزالة الأشواك إلى الآن لم نرى خطوات فعلية في هذه المسألة ولكن هناك بداية يبدو حمسية لإعادة انصهار المؤسسات من جديد هذا عمل شاق وكبير ويحتاج إلى إرادة سياسية وإلى قدرة على الإنجاز واتخاذ القرارات السليمة والتعامل مع بعض المؤسسات السيادية التي تحولت بفعل رؤسائها إلى مراكز قوة لا مرجعية لها ولا تتبع أي إطار سياسي وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تتعامل بحزم مع هذا الأمر والسلطة الرئاسية أيضا لديها دور في هذه الإشكالية المستمرة منذ سنوات وعززتها عملية الانقسام السياسي والسيام المؤسساتي وأظن بأن خطوات جدية لابد أن تتخذ من أجل عودة هذه المؤسسات إلى الاندماج من جديد لتحقيق الاستقرار وتعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية التي لا يمكن أن نصل إليها في ظل وجود مؤسسات منقسمة خاصة أنه لا حجة الآن على الإطلاق للانقسام السياسي في ظل وجود سلطة موحدة وأيضا حكومية ورئاسية شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي اللي بي كنت معنا من القارب